موسيقى النجمة اللي كلنا منحبها نيكول سابا حضرة اليوم باحتفال ميس أن ميس الرومي نيكول في كتير عالم بيقولوا أنه نيكول ما يصر من أسرار نجاحة هوي جميلة شم تقولي بشكرون هيدا زوقون فيي لا بس أكيدة يعني مش بس الشكل يعني بالنهاية ليك الشكل بيكون الوقت وبيروح إذا ما اشتغلت على المضمون ما بنكون أكيد يمكن البدايات لألي بأول ما فتت ما كان عندي خبرة يعني لا بالتمثيل ولا بشي بس هلأ خلاص وهذا الشي تعابني يعني كتير شتغلت على حالي بالتمثيل عتقرفت كتير إشياء لأنه كانت كتير بيزد على الشكل فحبت أنقوم شواء إنه بلأ بليز إنه بدي أدوار مركبة فيها مضمون بالغنى كمان طلعت عاملة يعني أكلي بوكس يعني كتير مع أنه الجمال نعمة مش نعمة بس للأسف بالمجتمع العربي بيحسوك أنه إذا الفنان أو الفناني شكله حلو أو شكله وسيم يعني بره بتلاقي عادة أنجلينا جولي بتلاقي كلهم جميلات هوليوود من أيام مارلي مورو وغيرهم فولأ وكانوا بياخدوا أوسكار زي مكان أو هلا مش عم نحكي عن جويز بس أنه كانوا موهوبات كلهم فنحن عنا لأ فهذا الشي شوي بيزعج يعني تصديقا لكلامك في كتير ممثلات ما قدروا يفوتوا على مصر أو بيجربوا وبيقتلوا حالهم بودوا يفوتوا ما في شيء يفوتوا أنا هذه ما رأت مرحلة أنه أصدي الموضوع الشكل والاعتماد يعني خلاص يعني من خلال الانتجوز اللي بتعملها من خلال اختيارك للأدوار بتخلع مصدقية بينك وبين الناس بصور يعرفوا إذا هالفنانة بس بدأت أن وجدوا وياه يشوفوني ولا عن جد عم تختار بدليل أنه أنا يمكن بيخد وقت لنزل أغاني أو لحتى طلبي عمل تمثيلي هذا معناته أنه أنا بنعرض علي أشياء بلايين مناسبة أو غير مناسبة نرجح الكليبات والمسلسلات والأغاني هو أكبر دليل على كلامك كنا معك بسيديو هذه الشرارة أخر مرة بالتحضير الأغنية الجديدة نطرين نسمعها أمتى؟ والله راح تخلص خلاص يعني لمسيتني هيئي بس هلأ بدي بلش حضر تصويرها وهايدا مرحلة تانية أنا دايماً بنطر الأوديو يخلاص تفوت بعالم الصورة فالفكرة براسة عفكرة يعني إذا بتخيل إذا راح عامل الكليب راح تكون فكرتين وبالمعظم غانية ببقى شايفة أنا الصورة تبعها ففي فكرة كتير ركبت على راسة من بعد ما سمعتها إخراج بعد ما قررت ياريت بعرف إخرج عفكرة لا لأنه الفكرة براسة يعني عبالي بس هيك تنفيذي يكون حلو وما بيمنعيني بس ما في اسم أبداً براسة بس ما بعرف بعد ما عمين كدنا نطرين طائفة 16 لنشوف يوسف بهذا المسرحية اللي قضية وقضية كتير مهمة ونحنا كلنا بحاجة إلى معقولة نضمي مع يوسف للطائفة 16 والله ما عفق أزو عن جد بتصير حقيقية للطائفة وبتصير موجودة لك أكيد الموضوع فيه مساج موضوع المسرحية وهو كتير محمص لألاف فيها عنفوين وفيها ثورة وفيها يعني من عنوانها مبين وهو بيحب هالأدوار فإن شاء الله خير يعني قريباً هلأ بعد كم يوم الافتتاح تبعه فما بعرف لا شوف بدي شوف الموضوع تقرر يعني أنا بصراحة السياسة ما كتير بتهمني وجاريت قدم الفنانين يعني من قلبهم بيعطوا قراء وبيتحيزوا لمواقف سياسية وللأسف هن اللي بيكلوا لأنه هيدا القرائية بتكون عيش بأو مش عيش بالناس هذا دليل إنه نحنا ما فينا نكون ديموقراطيين بالعالم العربي فكرمل هيك لشو تحكي فيها طالما رأيك مش عم بيقدر يفيد بشي على الأرض ويعمل أي تحسن فأنا بفضل رأيي الخاص ما أحكي فيها ها يسيق بعد أن أعرف يا رأيك مش عم بيقدر اشتركوا في القناة